اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم وحمد الله تعالى ربا كاتو اليوم انا نتكلم عن مجال للتطبيقات اليوم عندنا تطبيق اسلامي اسمه اسلاميك لبغاغي اسمه 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 السلاميك لبغاغي الاقسام هنا المؤلفون هنا كل الكتب هذه مجموعة من الكتب الناس خوال منصوف اذا اردنا التحميل نضغط هنا هنا يجري التحميل هناك مؤلفون هل هم مجموعة مؤلفون هنا الأقسان هنا العقيدة يعني مهم هذا التطبيق الفرق والردود التفاسير علم القرآن التجويد والقراءات موتون الحديث يعني متن الحديث الكلام الوارد في الحديث الأجزاء الحديثية هنا مخصوطات حديثية كتب ابن أبي الدنيا شروح الحديث كتب التخريج والزوائد كتب الألباني العلال والسؤالات هنا علوم الحديث وصول الفقه والقواعد الفقهية هذا التطبيق جيد حتى الطلبة طلبة الشريعة فقه حنافين فقه مالكين فقه الشافعين فقه حنبالي فقه عام فتاوى يعني التاريخ الأنساب شو مجموعة من الأمور إذا أخذنا مثال التفاسير ندخل التفاسير نحمل التفاسير هكذا نأول إلى الخف علم القرآن يعني مجموعة من الكتب شرح حديث شرح حديث الشافعي أحمل نوحن بل الشافعي هكذا هذا المثال كتاب اختلاف الحديث للشافعي قراءة هكذا مقدمة مؤلف نصحب إلى اليامين هكذا ونقرأ الكتاب نعود إلى الخلف نذهب إلى مثلا فقه مالكي نعرف أن المغرب عنده وفقه مالكي مدونة إمام مالك بنو أنس تحميل هكذا جاري التحميل ننتظر قليلا عفوا مجموعة من الكتب مهمة طلبها وللناس العالين ننتظر قليلا نخرج ثم نعود في انتظار تحميل أنا نفق المالكي نذهب إلى الفتاوى الفتاوى النووي مسائل أجوبة لابن تيميا تطبيق جميل وجهيل نعود إلى الخلف نرجع إلى الفقه المالكي ها هي مدونة أنس مالك بن أنس ها هي قد تم التحميل ترجمة نانسي قنقر